يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثالثة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج كانت مقدمة تعريفية لمضمون البرنامج وسائر شؤونه الأخرى ثم جاءت الحلقة الثانية حيث أكملت فيها المقدمة التعريفية ونقلت الحديث بعد ذلك إلى حقيقة مهمة نحتاجها ونحتاج أن نتذكرها دائماً على طول البرنامج مجموعة القوانين التي ستقع الوقائع وتجري المجريات وتكون الأحداث وفقاً لها قانون الإمهال قانون البداء قانون التوفيق والخذلان إلى بقية عنوين القوانين الأخرى التي حدثتكم عنها ثم انقطع الحديث بنحو موجز عن هذه القوانين وحدثتكم في العنوان الأول من العناوين المهمة في هذا البرنامج إنها مرحلة الإرهاصات وبهذا تمت الحلقة الثانية توقف البرنامج وأعتذر اعتذاراً شديداً لتوقف حلقات البرنامج البرنامج لأنني قد تعرضت في شهر شعبان لانتكاسة صحية مرهقة جداً لازالت آثارها معي على أية حال هذه هي الدنيا أمنا ونحن أبناؤها يوم عافية ويوم مرض ويوم راحة ويوم تعب ليس مهماً هذا الأمر الحلقة الثالثة التي بين أيدينا سأتناول فيها العنوان الثاني من العناوين المهمة في هذه الفانوراما إنها مرحلة العلامات الحتمية ومثل ما بينت في الحلقة الأولى في المقدمة التعريفية من أنني سأوجز الكلام بخصوص مرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية ومرحلة مقدمات الظهور لأنني أريد أن أركز الكلام وأوسعه بخصوص مرحلة الظهور فكل هذه العناوين بوابات ومقدمات تقودنا إلى الظهور الذي هو مطلبنا وهو الذي ننتظره وهو الذي سيتحقق فيه الخلاص أكنا أدركنا ذلك الزمان أم أننا لم ندرك ذلك الزمان إذن عنوان حلقتنا موضوعنا في هذه الحلقة مرحلة العلامات الحتمية العلامات جمع لعلامة والعلامة لا بد أن تكون واضحة لا تحتاج إلى علامة لكي نعرفها العلامة تكشف عن نفسها بنفسها وتكشف عن الموضوع الذي تكون علامة له فهناك العلامة وهناك ذو العلامة العلامة لا بد أن تكون واضحة قطعا لن تكون واضحة للجميع ستكون العلامات واضحة ودالة على نفسها بنفسها للذين يهتمون بها وللذين يمتلكون اطلاعا تفصيليا عن أحوالها وهذا الأمر ليس مقصورا على الأصدقاء هذا الأمر يكون يكون للأصدقاء وللأعداء على حد سواء إذا كانوا من ذوي الاهتمام بالعلامات وشؤونها وتفاصيلها وحدودها وسائر مجرياتها إذن العلامات أمور واضحة تكشف عن نفسها وتكشف عن ذي العلامة يمكن أن ندركها بسهولة إذا كنا على اطلاع بخصوص المعطيات المرتبطة بها وقد تحدث أئمتنا صلوات الله عليهم كثيرا بهذا الخصوص وفي هذا الشأن وفي برامج السابقة تحدثت كثيرا عن علائم الظهور وتحديدا عن علائم الظهور الحتمية يمكنكم أن تراجعوا برامج السابقة كي تجدوا تفصيلا مطولا وشرحا مبينا لهذه العلامات وشؤونها وحدودها وتفاصيلها ومجرياتها ولذا فإنني سأوجز الكلام هنا هذا معنى العلامات 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 الحتمية عندنا ما هو حتمي وعندنا ما هو ميعاد وعندنا ما هو ليس من الميعاد وليس من الحتمي الأمور التي ليست من الميعاد هي إما أن تكون حتمية وإما أن تكون غير حتمية هل يجري البداء فيها؟ يجري البداء فيها البداء البداء يجري في المحتوم ويجري في غير المحتوم إذن ما هو الفارق بين المحتوم وغير المحتوم إذا كان البداء يجري في الاثنين توقع حدوث البداء في غير المحتوم يكون كبيراً وتوقع حدوث البداء في المحتوم يكون ضعيفاً وضعيفاً جداً العنوان الذي لا يقع عليه البداء ما كان من الميعاد فإن الله لا يخلف الميعاد وقد تحدثت عن هذه القوانين حدثتكم عن قانون الإمهال وعن قانون البداء وعن قانون التوفيق والخذلان وعن قانون الميعاد وهكذا إلى سائر القوانين الأخرى التي ستقع الأحداث والمجريات والوقائع ضمن مساحة سلطة هذه القوانين لا أريد أن أعيد الكلام لكن بالإجمال فإننا حينما نقول علامات حتمية فهذا يعني أنها ستكون خاضعة للبداء يمكن أن يحدث البداء فيها يمكن أن يحدث البداء في أصل وقوعها فلا تقع هذه العلامات يمكن أن يقع البداء في تفاصيلها تقع هذه العلامات ولكن بنحو يختلف عن الذي تحدثت الروايات عنه يمكن أن يحدث البداء في زمان تقدير وقوعها وتحققها وهكذا لكننا هل نملك طريقا للعلم بحدوث البداء في العلامات غير الحتمية وفي العلامات الحتمية لا نملك علما بذلك ومن هنا فإننا نتعامل مع هذه العلامات على أنها ستقع نتعامل مع هذه العلامات على أننا ننتظرها لكن احتمال حدوث البداء فيها لا بد أن يبقى موجودا في أذهاننا الذي تطمئن إليه القلوب فإن العلامات هذه ستقع الذي يعين على هذا أولا الإرهاصات التي ذكرت وهي ليست من الحتميات ونحن نشاهد تحققها بأم أعيننا والإرهاصات ليست من الحتميات ومع ذلك فإن مرحلة الإرهاصات أخذت بالتحقق منذ بداية القرن العشرين الميلادي وإلى هذه اللحظة ومر الحديث بالتفصيل عن الإرهاصات في برامج المتقدمة وبالإجمال في الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج هذا أولا الإرهاصات التي ما هي بحتمية قد تحققت وثانيا كثرة الأحاديث وكثرة الروايات عن رسول الله وآل رسول الله في موضوع العلامات الحتمية كثرة الحديث مع أنهم هم الذين أخبرونا من أن البداء يمكن أن يطال العلائم الحتمية لكنهم تحدثوا كثيرا كثرة حديثهم إشارة واضحة إلى أن العلائم ستتحقق وثالثا حسن ظننا بإمام زماننا من أنه سيلطف بنا تحقق العلامات الحتمية لطف واسع وعميم من إمام زماننا بنا هذا لطف بالشيعة ولطف بالأمة ولطف بالناس جميعا كي ينتبهوا من أن الفرج قادم ومن أنه يجب على الجميع أن يستعدوا وأن يتهيئوا إلا إذا كانت الأمة لا تستحق الرحمة وهي لا تستحقها لكننا نطمع في رحمة إمام زماننا ونطمع في لطفه إلا إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يريد أن يعاملنا بلطفه حينئذ ستنطوي صفحة العلامات هذه صورة إجمالية ما هي بتفصيلية عن معنى هذا العنوان العلامات العلائم الحتمية ملاحظات مهمة سأحدثكم عنها وبها بخصوص العلامات الحتمية الملاحظة الأولى ترتبط بأهمية هذه العلامات هناك مشكلة في الثقافة الشيعية ومشكلة الثقافة الشيعية مشكلة كبيرة ما يتصوره الشيعة من أنه دين العترة الطاهرة ما هو بدين العترة الطاهرة إنه دين المراجع الطوسيين في النجف وكربلة المراجع وما يتصورونه من ثقافة مهدوية لا علاقة له بحقيقة الثقافة المهدوية في الأجواء الشيعية هناك من يرى دينه في علائم الظهور وهو يخبط ما بينما جاء في كتبنا الشيعية الأصيلة القديمة وبينما جاء في كتب سقيفة بني ساعدة وكتب سقيفة بني ساعدة كتب الأكاذيب وكتب التحريف من أولها إلى آخرها حتى إذا كان فيها من حديث صحيح فإن العبث يطال جانبا منه خصوصا فيما يرتبط بشؤون الغيبة المهدوية والظهور القائمة لا يعني أن أحاديثهم في الموضوعات الأخرى خلية من التحريف والكذب لكنني أتحدث عن الأحاديث التي ترتبط بموضوع البرنامج فهناك من الشيعة من يجد أن الحديث عن علاءم الظهور وبنحو مخبوط ما بين ما جاء في كتبنا وما جاء في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة يجد ذلك دينا وقد ألفوا الكتب وألفوا الموسوعات وهم لا يعلمون أنهم يضللون أنفسهم ويضللون غيرهم المكتبة الشيعية مشحونة بالكتب التي أُلفت وفقا لهذه الطريقة المنابر الفضائيات المواقع الألكترونية يكثر الحديث في السنوات الأخيرة عن إمام زماننا ولكن وفقا لأي مذاق لهذا المذاق الطوسي القذر فالمتحدث يضلل نفسه أولاً ويضلل المستمعين إليه أحاديث أحاديث العلائم الحتمية بل أحاديث علائم الظهور عموماً أكنا نتحدث عن العلامات الحتمية أم نتحدث عن الإرهاصات أم نتحدث عن غير ذلك معرفة هذه الأحاديث التي جاءت من العترة الطاهرة بهذا الشرط هي جزء من معرفة إمام زماننا لكن هناك قائمة للأولويات سأشير إليها قطعاً هناك في الشيعة من يرفضوا الاهتمام بعلاءهم الظهور ويقولون ما يقولون لا شأن لي بهم فلالذين يرفضون الاهتمام بعلاءهم الظهور على هدى وللذين جعلوا علاءهم الظهور ديناً لهم وجعلوا كل الاهتمام بها هناك قائمة للأولويات في معرفة إمام زماننا ومعرفة شؤونه أولاً علينا أن نعرف إمامنا وثانياً علينا أن نعرف الأسلوب الذي نتعامل به مع إمام زماننا في سبيل خدمته فعلينا أن نعرف مخدومنا وعلينا أن نعرف أسلوب خدمتنا وبماذا نخدمه وكيف نخدمه ثانياً تأتي معرفة شؤون إمام زماننا أولاً أن نعرف الرجعة الرجعة شأن مهدوي وجزء من معرفة إمام زماننا بعد معرفة إمام زماننا معرفة إمام زماننا ومقاماته بحدود ما نستطيع أن نحيط بها وبعد معرفة خدمتنا لإمام زماننا كيف نخدمه وبماذا نخدمه علينا أن نعرف عقيدتنا في الرجعة في الرجعة العجيبة المصاحبة لظهور إمامنا أو في الرجعة العظيمة التي تأتي بعد العصر القائمي مباشرة هناك الرجعة العجيبة وهناك الرجعة العظيمة علينا أن نعرف عقيدتنا في الرجعة فأئمتنا قالوننا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا قطعا هذا الكلام ينطبق بالتمام والكمال على مراجع النجف وكربلاء الذين لا يؤمنون بالرجعة ولا يضحكون عليكم حينما يكتبون في بعض الكتب أو في بعض الإجابات من أنهم يؤمنون بالرجعة هذه الرجعة التي يتحدثون عنها ليست هي التي أتحدث عنها يتحدثون عن رجعة بعض الأموات وهذه ما هي بالرجعة التي قال الأئمة عنها من لم يؤمن برجعتنا فليس منا إنهم يتحدثون عن الرجعة العظيمة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم وهذا هو الذي لا يؤمن به مراجع النجف وكربلاء كتبهم دالة على ذلك وقد بصدت القول في هذا وقرأت ما قرأت من كتبهم السخيفة ومن مقالاتهم الضالة التافهة يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على الحقيقة الكاملة إذن الرجعة أولا وبعد الرجعة علينا أن نعرف عقيدتنا في الظهور في الظهور نفسه وبعد ذلك أن نعرف مقدمات الظهور وبعد أن نعرف مقدمات الظهور علينا أن نعرف علامات الظهور ونفسه وبعد أن نعرف علامات الظهور علينا أن نعرف ما يجري في مرحلة الإرهاصات حينما بدأت بالحديث عن مرحلة الإرهاصات إنني بدأت من أسفل القائمة بعد الإرهاصات تأتينا علامات الظهور معرفة علامات الظهور أمر مهم لكن بحسب هذه القائمة فعلامات الظهور من شؤون إمام زماننا من شؤون المشروع المهدوي والمشروع المهدوي هو الشأن الأعظم بالنسبة لنا لا بالنسبة لإمام زماننا إمام زماننا الشأن الأعظم الذي عنده والذي يعرفه لا أعرفه أنا لا نعرفه نحن المشروع المهدوي المشروع المهدوي هو الشأن الأعظم بالنسبة لنا فيما يرتبط بعلاقتنا وعقيدتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فحينما يرتبط الأمر بنا هذا يعني أن الأمر سيكون مناسبا لنا من حيث نحن قطعا فإن الذي يكون شأنا خاصا بإمام زماننا لا نستطيع أن نتخيله ولا نستطيع أن نتصوره بأي مستوى من المستويات هذا أمر لا يحيط علما به إلا هو صلوات الله عليه هذه القائمة هي التي تشكل العناوين المهمة للثقافة المهدوية فلا الذين يرفضون الاهتمام بعلاءم الظهور على هدى وللذين جعلوا الاهتمام بعلاءم الظهور الأولوية الأولى على هدى ومن هنا قلت لكم فإن الثقافة الشيعية تتخبط في ضلال وفي تيه بعيد جدا أعود إلى أهمية معرفة علامات الظهور وخصوصا ما يقع منها تحت عنوان العلامات الحتمية هذا القرآن بين أيدينا إذا ما ذهبنا إلى سورة قاف إلى الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَالْمُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ هُنَا الْعَقْلِ لَسْتُ أَنَا الَّذِي أَقُولُ الْعِتْرَةُ حِينَمَا فَسَّرَتْ قُرْآنَهَا فَسَّرَتْ الْآيَةَ بِهَذَا التَّفْسِيرُ هَذَا تَفْسِيرُهُمْ لِقُرْآنِهِمْ هذا القرآن قرآنهم ونحن في بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير منهم ألا لعنة على تفاسير السقيفتين السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد الآية تتحدث هنا عن الإنسان الواعي عن الإنسان الحكيم عن الإنسان الهادف عن الإنسان الذي يتدبر ويتفكر ويتفهم ويتفقه ويتعلم ألا لا خير في علم كما يقول أمير المؤمنين ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر الآية هنا الآية هنا تتحدث عن صاحب التفهم هذا عن صاحب التدبر والتفكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك في كل ما تقدم في آيات هذه السورة إنها سورة قاف أو ما سيأتي من آياتها بل في القرآن كله والقرآن كتاب تدويني بل في الكون كله والكون كتاب تكويني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وتستمر الآيات في سياقها في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة والتي بعدها واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب بحسب تفسيرهم لقرآنهم إنه النداء السماوي إنه نداء جبرائيل في فجر يوم الجمعة في الثالث والعشرين من شهر رمضان في سنة العلامات الحتمية وهي سنة هجرية قمرية زوجية إنها السنة التي يكون فيها رجب رجب العلامات وتكون الصيحة في شهر رمضان في صبيحة يوم القدر في يوم جمعة وعند الفجر في الثالث والعشرين من شهر رمضان في سنة العلامات تكون تلك الصيحة هذا هو تفسيرهم لقرآنهم دعني من هرائي مراجعكم في النجفي وكربلاء لا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الظهور يوم الخلاص يوم الفرج يوم الفتح يوم النصر إنه يوم القائم صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أقف عند الآيات التي قبل هذه الآية أو عند الآيات التي تأتي بعد هذه الآية لابد أن تعرفوا من أن آيات الكتاب لها آفاق هذه هذه الآيات في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة في أفق الظهور المهدوي وفي أفق الرجعة العظيمة وفي أفق القيامة الكبرى أيام الله ثلاثة وتلك هي عقيدة المعادي في دين العترة الطاهرة أما عقيدة المعادي في دين مراجع النجف وكربلاء هي هي عقيدة سقيفة بني ساعدة إذ تتحدث عن القيامة الكبرى فقط القيامة الكبرى في القرآن لا تنفك في أي موقع من المواقع القرآنية عن الرجعة وعن الظهور المهدوي هناك ارتباط ذاتي ومفصلي بين هذه الأيام أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى الكلامة الكلام هنا عن أهمية معرفة علامات الظهور مثلما تحدثت سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أصحاب القلوب الواعية يا أصحاب البصائر أنتم الذين يجب عليكم أن تدركوا هذه الحقائق أن تدركوا علائم الظهور وأن تعرفوا تفاصيلها وأسرارها أمر صريح واستمع يوم ينادي المنادي استماع الآية ما قالت واسمع واستمع يوم ينادي المنادي كي تتحقق من معلوماتك السابقة هل هي هذه التي قد ظهرت وتحققت على أرض الواقع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق إنه حق إنه حق إمام زماننا إنه حق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج هذه اللقطة مثال وإلا فإنني إذا أردت أن أتتبع هذه المضامين فهناك الكثير من الآيات الكريمة في الكتاب الكريم بحسب تفسير العترة الطاهرة ترتبط ارتباطا مباشرا بعلامات الظهور وبالعلامات الحتمية بنحو أخص نذهب إلى فاصل غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قوم المقدسة الحديث الذي يبدأ في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والستون بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الباقر يحدث جابرا الجعفي يا جابر هذا الحديث زمان بني أمية لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخره يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها ألا تلاحظون أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه جعل العلامات محورا في كل هذا الذي تحدث به مع جابر لبيان تكليفه الشرعي يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها إن أدركتها أولها أولها اختلاف بني العباس وهذا من الإرهاصات وليس من العلامات الحتمية وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي الإمام يأمره أن يحدث الشيعة بحديث العلامات فهل الإمام يأمر جابرا بشيء لا أهمية له مع كل هذه المقدمة الإمام هنا يصنع جوا لجابر كي يستشعر جابر أهمية موضوع العلامات يا جابر ألزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا أنت من دون تكليف تكليف تكليفك هو أن لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها ثم ماذا يقول له الإمام أولها أول هذه العلامات وهي ليست من العلامات الحتمية هي من الإرهاصات التي تسبق العلامات الحتمية لكنها تكون قريبة من زمان تحقق العلامات الحتمية أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك لماذا؟ لأن اختلاف بني العباس سيكون في زمان متأخر جدا في أواخر زمان الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى أولها اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن حدث به من بعدي عني حدث الشيعة ومناد ينادي من السماء إلى آخر ما جاء في الرواية 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 طويلة إمامنا الباقر حدث جابرا في هذه الرواية عن مجموعة من الإرهاصات وحدثه أيضا عن العلامات الحتمية هذه الرواية طويلة فيها حديث عن الإرهاصات وفيها حديث عن العلامات الحتمية لا أجد مجالا لقراءة الرواية لأنها طويلة ومضامين هذه الرواية قد شرحت في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج واضح جدا أن الأئمة صلوات الله عليهم يوجهوننا إلى معرفة العلامات لأنها مهمة لكن بشارط أن نحافظ على سلسلة الأولويات أولويات مشكلة الشيعة على طول تأريخهم يعانون من فوضى في ترتيب أولوياتهم والسبب يعود إلى تلك الحوزة اللئيمة القذرة أتحدث عن حوزة الطوسي في النجف وكربلاء التي تأسست سنة 448 للهجرة حيث دخل الشيعة في نفق ضلالهم ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا والشيعة يزداد تيههم يوما بعد يوم مثل ما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل وكلام أمير المؤمنين في هذا الكتاب في هذا المصدر في الجزء الثامن من الكاف الشريف لا أجد وقتا لقراءته وماذا نقرأ أيضاً في أحاديث العترة صلوات الله عليها هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة حديث طويل بسند الكليني عن عيص بن القاسم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه إذا كان رجب الإمام يتحدث عن رجب العلامات ورجب العلامات هو رجب الذي يظهر فيه السفياني إنها سنة العلامات سنة هجرية قمرية زوجية في العدد التي يكون فيها رجب رجب العلامات إذا كان رجب إذا حددت السنة بأنها سنة العلامات من خلال شهر رجب الذي هو رجب العلامات مقدمات السفياني ستبدأ في شهر محرم من تلك السنة قد لا تكون واضحة للجميع لكنها تكون واضحة للمهتمين بأمره ويظهر السفياني في بدايات شهر رجب إمامنا الصادق هنا يقول إذا كان رجب فأقبل على اسم الله عز وجل فأقبل إلى رايتنا فأقبل إلى رايتنا رايتهم هي راية اليماني راية الخراساني هي من راياتهم لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا يوجه الشيعة بالدرجة الأولى إلى الراية الأفضل إلى الراية الأهدى فراية اليماني هي الراية الأهدى إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير هناك متسع من الوقت وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم وكفاكم بالسفياني علامة أنا لا أريد أن أشرح الرواية لأن المقام ما هو بمقام شرح وتفصيل للحديث عن العلامات إن إنما الكلام إجمالي إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبانا فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى وكفاكم بالسفياني علامة السفياني السفياني علامة العلامات ويظهر السفياني في أول شهر رجب الذي يسميه الأئمة برجب العلامات وكفاكم بالسفياني علامة كيف سنتحقق من علامة السفياني إن لم نكن على علم بالعلامات وشؤونها وبالإرهاصات وتفاصيلها فهؤلاء الذين يرفضون الاهتمام بالعلامات على ضلاله ولن يوفقوا إلى خير وهؤلاء الذين جعلوا العلامات دينهم وخبطوا بين حق العترة وباطل سقيفة بني ساعدة وباطل سقيفة بني طوسي لن يهتد هؤلاء إلى ضلال وإلى تيه بعدتين إنما الحق هنا الحق هنا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حديث آخر إنه الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه بسنده بسند الكليني عن سدير إنه سدير الصيرفي عن سدير قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه من مراد من الحلس كن حلسا من أحلاس بيتك الأرض في البيوت تفرش بالأفرشة ما يوضع تحت الأفرشة من فراش تلك هي الأحلاس الأحلاس الأفرشة التي توضع تحت الأفرشة الفوقانية كي تكون ملتصقة بالأرض فالأحلاس فالأحلاس هي الأفرشة الملتصقة بالأرض والتي لا يراها الرائي لماذا؟ لأنها تختفي تحت الأفرشة الفوقانية هذا هو المعنى الدقيق للأحلاس للأحلاس وللحلس إنه الفراش الملتصق بالأرض الذي يكون وقاءً وقايةً فيما بين الأرض وبين الفراش الفوقاني يَا سَدِير يَا سَدِير إِلْزَمْ بَيْتَكْ وَكُنْ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِهِ وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَالْنَّهَارِ وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَالْنَّهَارِ مَا لَمْ تَحْدُثُ الْعَلَامَاتِ هذا هو المراد فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك حتى لو لم تكن تمتلك وسيلة من وسائل السفر والانتقال إذن العلم بعلامة السفياني أمر مهم جداً ولكن بحسب ما جاء في أحاديث العترة لا بحسب ما جاء في أحاديث سقيفة بني ساعدة إنها أحاديث الأكاذيب وأحاديث الضلالات وأحاديث الافتراءات علماؤكم مراجعكم في النجف وكربلاء خطباؤكم على المنابر حينما يؤلفون يتحدثون عن العلامات هذه يخبطون لكم ما بين ما جاء عن العترة الطاهرة وما جاء عن أولئك اللعناء يا سدير غريب أمر مراجع النجف وكربلاء غريب أمرهم القرآن قرآن محمد وآل محمد يأخذون تفسيره من سقيفة بني ساعدة من أولئك الأعراب الظهور قائم آل محمد يأخذون أخبار قائم أهل محمد من أعراب سقيفة بني ساعد وحينما يعودون للتدقيق في أسانيد أحاديث العترة الطاهرة يضعفون أسانيدا أية خيبة هذه وأي ضلال هذا وأي فشل هذا سود الله تعالى وجوههم لقد ضللونا ولقد عبثوا بنا وعبثوا بديننا عبر القرون الماضية ولا زالوا يستمرون على هذا يا سدير يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار ما لم تتحقق العلامات الحتمية فإذا بلغك أن السفيانية قد خرج في رجب العلامات فارحل إلينا ولو على رجلك وحديث آخر من المصدر نفسه من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني صفحة ميتين وتسعة عشر رقم الحديث أربعمية واثنى عشر بسنده بسنده الكليني عن الفضل الكاتب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكان هذا الكلام من إمامنا الصادق حينما وصلت رسالة أبي مسلم الخراساني إلى إمامنا الصادق وهذه حكاية لها تفصيلها أذهب إلى موطن الشاهد الفضل الكاتب يسأل الإمام الصادق فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك لأن الإمام الصادق رفض رسالة أبي مسلم الخراساني ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لضيق الوقت الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك يعني ما هي علامتنا لظهور قائم آل محمد قال لا تبرح الأرض يا فضل كن في مكانك لا تحرك يدا ولا رجلا كما قال الإمام الباقر صلوات الله عليه لجابر الجعفي لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا يقولها ثلاثا فأجيب إلينا فأجيب إلينا هذا التكرار يشير إلى أهمية معرفة العلامات ولكن أن تكون المعرفة مستندة إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم إلى مصادرنا الأصلية القديمة إلى الكاف وأمثاله من هنا نأخذ ثقافة العترة لا من هراء هؤلاء المعممين الذين يعتمرون العمائم العباسية الإبليسية اللعينة وصفت بأنها عمائم إبليس في أحاديث الكافي هذا الكلام ما جئت به من عندي أحاديث الكافي هي التي وصفت عمائم مراجعكم الطابقية بأنها عمائم إبليس لأنها عمائم العباسيين فإذا خرج السفياني فأجيب إلينا الإمام يكررها ثلاثا فأجيب إلينا فأجيب إلينا فأجيب إلينا ثم يقول وهو من المحتوم السفياني ظاهر 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 لا بد أن يأتي وهو من المحتوم ولكن ضمن الثقافة التي بيّنتها لكم في أول هذه الحلقة هذه هي ثقافة العترة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل في غيبة النعماني في المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند النعماني عن هشام بن سالم وهو من وجوه أصحاب إمامنا الصادقي صلوات الله عليه قال سمعت أبا عبد الله الصادقة عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية قد يكون وقع تصحيف في هذه الرواية الرواية لأن الذي نعرفه من أحاديث الصيحة أن الصيحة الثانية تكون في غروب اليوم نفسه الذي تقع فيه صيحة الحق عند الفجر إلا أن تكون الرواية تتحدث عن احتمال آخر أن يقع البداء في ذلك الأمر ليس كلامي عن الصيحة وتفاصيلها هذا أمر موكول ل الحالة التي أتحدث فيها عن الصيحة وتفاصيلها إنما أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هي التي تتعلق بحديثي بخصوص هذه الحلقة الصادق يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية قال فقلت كيف ذلك فقال واحدة من السماء وواحدة من إبليس فقلت وكيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون أعتقد أن الحديثة واضح جدا يخبرنا عن أهمية معرفة علامات الظهور هذه فتنة شديدة الذي سينجو في هذه الفتنة مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون في الكاف الشريف في الجزء الثامن من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة إنه الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين بسند الكليني عن عبد الرحمن ابن مسلمة الجريري قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوبخون ويكذبون أن نقول أن صيحتين تكونان يقولون من أين تعرف المحقة من المبطلة إذا كانت قال فماذا تردون عليهم الإمام يسأله فماذا تردون عليهم قلت ما نرد عليهم شيئا قال قولوا يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل يؤمن بها من قبل من أنه قد سمع الأحاديث واطلع على التفاصيل وأيقن بصحة الأحاديث وهذه إشارة واضحة إلى ضلال مراجع النجفي وكربلة في اتباعهم لعلم الرجال وفي اتباعهم لما يسمونه بعلم الحديث لأن الإيمان كيف يكون إلا إذا كان مستندا إلى علم هكذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصدق بها إذا كانت من كان يؤمن بها من قبل هذه الأحاديث التي تكون سببا للإيمان إنها أحاديث العلم لو رجعنا إلى أحاديث الغيبة والظهور وأردنا أن نتعامل معها بحسب مراجع النجفي وكربلة فإن أكثر هذه الأحاديث لن تكون صحيحة لن تكون صحيحة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول لما سأله عبد الرحمن الجريري عما يقوله مخالف أهل البيت في مسألة الصيحتين قال فماذا تردون عليهم قلت ما نرد عليهم شيئا قال قولوا يصدق بها إذا كانت إذا وقعت الصيحتان يصدق بالمحقة من الصيحتين من كان يؤمن بها من قبل يؤمن وفقا لعلم وهذا العلم يأتي من حديث العترة وحديث العترة في هذه الموضوعات بحسب قذارات مراجع النجف وكربلاء حديث ضعيف فكلام الإمام الصادق هذا يشعرنا بنحو واضح ويشير بإشارة قطعية إلى ضلال مراجع النجف وكربلاء لأنهم يضعفون الكثير والكثير والكثير من أحاديث الغيبة والظهور حديث آخر في غيبة النعماني في الصفحة الثانية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين هذا الحديث عن زرارة ابن أعيان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب في الصيحتين ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا يروون حديثنا وهم يعتقدون بصحته وهم يعتقدون بأنه علم بعيدا عن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد هذا الذي جاءوا به من نواصب سقيفة بني ساعد فأحاديث أهل البيت إن كان الحديث منفردا أم كان الحديث متكثرا متعددا هذه الأحاديث توجب العلم وتنتج العلم وهذا يعصف بمنهج مراجع النجف وكربلاء يعصف بذلك المنهج حصفا ويكشف عن ضلاله وعن كفره وعن بطلانه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون لأن حديث أهل البيت يوجب العلم لا يوجب الظن مثل ما يضحكون عليكم فيما يسمى بعلم أصول الفقه تلك قذارات نصبية لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد زرارة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون يكونوا قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون أعتقد أن الأحاديث واضحة جدا 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 أضرب لكم مثالا من أحاديث الإرهاصات إنه حديث المشرقيين من المصدر نفسه من غيبة النعماني في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون بسند النعماني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر كيف يتشخص التكليف الصحيح للشيعي من دون معرفة هذه العلامات وتفاصيلها هل تعتقدون أن معرفة التكليف الشرعي يكون عبر الرسائل العملية التي استنبطت وفقا لمنهج الشافعي أي خيبة أنتم تعيشون فيها وأي ضلال أنتم تعيشون فيها أنتم مضحكة يا أيها الشيعة أنتم مسخرة ومضحكة أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر معرفة العلامات الحتمية ومعرفة الإرهاصات أيضا أمر ضروري جدا الخلاصة الجهل بالإرهاصات وبالعلامات الحتمية يدفع الإنسان إلى الضلال والتيه وأن نجعل من معرفة العلامات دينا هذا ضلال وتيه آخر وإنما تكون الأمور بحسب موازين العترة الطاهرة وأن تكون الأولويات منضبطة بالفقه المهدوي الأصيل مثلما بيّنت لكم وشرحت لكم في هذه الحلقة هذه الملاحظة الأولى فيما يرتبط بالعلامات الحتمية وبدأت معكم من القرآن من آيات سورة خاف ثم ثنيت بأحاديث العترة الطاهرة وهذا هو منهجنا في قناة القمر قرآن مفسر بتفسيرهم وحديث مفهم بتثيمهم القرآن يفسر بأحاديثهم وأحاديثهم تشرح أحاديثهم ألا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلاء ألا لعنة على الحوزة الطوسية القذرة الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية ما يرتبط بعنوان البغتة وقد ورد هذا في الكتاب الكريم أيضا إذا ما ذهبنا إلى سورة الزخرف وإلى الآية السادسة والستين بعد البسملة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذه الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الزخرف الأمر لا ينحصر بهذه الآية هناك آيات عديدة في الكتاب الكريم تناولت هذا الموضوع تناولت موضوع المباغة من أن ظهور الإمام القائم يكون بغتة هل ينظرون إلا الساعة الساعة عنوان في الكتاب الكريم في أفق إنها ساعة الظهور وفي أفق إنها ساعة الرجعة وفي أفق إنها ساعة القيامة الكبرى وتلك هي عقيدة المعادي في دين العترة الطاهرة إنني أفسر القرآن بحسب أحاديثهم لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بقذارات مراجع سقيفة بني طوسي هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ماذا جاء في تفسيرهم لقرآنهم تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الثاني للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من أعلام القرن العاشر الهجري وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة الحادية والسبعين بعد الخمسمائة إنه الحديث السادس والأربعون بسنده عن زرارة ابن أعين قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ماذا قال إمامنا الباقر صلوات وسلام عليه قال هي ساعة القائم عليه السلام تأتيهم بغتة آيات الكتاب الكريم واضحة بهذا المضمون وأحاديث العترة صريحة في ذلك في تفسير قرآنهم وفيما جاء بشأن هذا الموضوع في الرسالة التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة إنها الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة والمفيد توفي في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة المصدر الذي أقرأ منه هو أقدم مصدر بين أيدينا الآن نقل لنا هذه الرسالة إنه الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها طبعة المجلد الواحد ذي الجزئين في صفحة الثامنة والتسعين بعد الأربعمائة في نهاية الرسالة الأولى إمام زماننا هكذا كتب إلى الشيعة عبر المفيد فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوة فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة هذا الذي ذكرته في بداية الحلقة من أن الإمام إذا أراد أن يعاملنا بلطفه فتلك هي السعادة حين تتحقق العلامات كي نجد فسحة للتهيئ والاستعداد أما إذا أراد الإمام لا يعاملنا بلطفه ونحن لا نستحق ذلك الكارثة هنا فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ليكن مستعداً لا يكون منتظراً العلامات فليعمل كل مرء منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة هذا هو مضمون الآية التي قرأتها عليكم من سورة الزخرف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون قرآنهم حديثهم يشد بعضه بعضاً هذا هو منطق دين العترة الطاهرة وهذه هي ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم أقرأ عليكم مما جاء في إنجيل النصارى في الكتاب المقدس للنصارى في أيامنا هذه إنه كتاب العهد الجديد والذي يعرف بالإنجيل في أول إنجيل من أناجيلهم إنجيل متى وفي الأصحاح الرابع والعشرين في الأصحاح الرابع والعشرين ومن الفقرة السابعة والثلاثين وما بعدها وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان قطعاً إذا ما سألنا النصارى عن هذا المصطلح عن مصطلح ابن الإنسان فإنهم يقصدون به يسوع المسيح هكذا هم يقولون إذا أنصف المنصفون ورجعوا ودققوا في كل الأناجيل في كتاب العهد الجديد حينما يتحدث يسوع المسيح عن ابن الإنسان كل القرائن تشير إلى أن يسوع لا يتحدث عن نفسه فهو ابن الله بحسب ما حرفوا من الدين نحن وما هو موجود في كتبه فإن يسوع المسيح حينما يتحدث عن ابن الإنسان يتحدث عن شخص قادم لا يتحدث عن نفسه على أي حال هم يقولون من أن ابن الإنسان المراد من يسوع المسيح قطعاً الذين يقولون المؤسسة الدينية رجال الدين وهل انتشر الضلال في العالم إلا من رجال الدين في كل الديانات عندنا في جونا الشيعي وفي سائر الديانات الأخرى وكما كان الأمر في أيام نوح فالنص يشير إلى حادثة الطوفان وكيف حدث الطوفان بنحو مباغت وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفينة وما كانوا يتوقعون شيئاً حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين إلى اللحظة التي دخل فيها نوح إلى السفينة وكانوا يسخرون من نوح فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفينة وما كانوا يتوقعون شيئاً حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان تطحنان بالرحة فتقبض إحداهما وتترك الأخرى تقبض أي تلتحق بابن الإنسان الذين يفتقدون من فرشهم الرجال والنساء يلتحقون بإمام زماننا والراجعون أيضاً منهم رجال ومنهم نساء يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر وتكون امرأتان تطحنان بالرحة فتقبض إحداهما وتترك الأخرى فاسهروا إذن اسهروا لأن الأمر يأتي مفاجئاً ربما يأتي وقت الليل فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم وأشرقت الأرض بنور ربها في الكتاب الكريم في تفسيرهم بنور قائم آل محمد لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب ولم يدع بيته ينقب لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلاً فنقول أهلاً بالحبيب ومرحبا هذا في إصحاح متة وأما في إنجيل مرقص في الأصحاح الثالث عشر ومن الفقرة الثامنة والعشرين إنني أقرأ من كتاب العهد الجديد وهذه الطبعة طبعة دار المشرق بيروت لبنان جمعيات الكتاب المقدس في المشرق بيروت لبنان أما مثل ما قلت لكم في الأصحاح الثالث عشر من إنجيل مرقص ومن الفقرة الثامنة والعشرين من التينة خذ العبرة من التينة من شجرة التينة وثمرتها وثمرتها من التينة خذ العبرة فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب علامة قرب الصيف تظهر في التينة في شجر التين من التينة خذ العبرة فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور تحدث لأن الكلام المتقدم كان عن مجموعة من الوقائع والأحداث والعلامات أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء وإنما أذهب إلى موطن الحاجة بالخصوص فقط من التينة خذ العبرة فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور تحدث الإرهاصات الإرهاصات علائم الظهور الحتمية فاعلموا أن ابن الإنسان قريب على الأبواب الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها هذا هو حديث العلامات وهذا هو حديث البغتة مما بقي من الحقائق في كتب النصارى واليهود الآيات واضحة وجئتكم بمثال مما جاء في الآية السادسة والستين بعد البسملة من سورة الزخرف وقرأت عليكم حديث الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسيرها إلى بقية التفاصيل التي أشرت إليها البغتة البغتة تأتي على معنيين إما أن العلامات لا تتحقق ويكون الظهور من دون علامات وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للشيعة الشيعة سيحاربون الإمام صلوات الله عليه مع العلامات وأتحدث عن شيعة العراق ربما الشيعة في البلدان الأخرى سيكون حالهم أفضل بدرجة من الدرجات لكن شيعة العراق سيصطفون مع مراجع النجث وكربلاء ويناصرون السفيانية ويحاربون صاحب الزمان هذا ما هو كلامي هذه الأحاديث والروايات والكلمات المعصومية الشريفة والضلال كله في مراجع النجث وكربلاء في هذه المجموعات البترية المرجعية الضالة اللعينة مع وجود العلامات يكون هذا الحال في حال عدم وجود العلامات كيف سيكون الحال مع وجود العلامات قد ينجل قليل لكن مع عدم وجود العلامات ما هو مصير الشيعة في العراق وهذا الأمر راجع إلى الأمة لأن قانون البداء يتحرك في أوساطنا عبر قانون البداء يمكننا أن نغير الوقائع المستقبلية يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامج المتقدمة لا أريد أن أقف طويلاً عند هذه النقطة إذن المعنى الأول للمباغتة وللبغتة هو هذا أن العلامات لن تكون وسيكون ظهور إمام زماننا من دون العلامات الحتمية نتوسل إلى إمام زماننا أن لا يكون هذا بأمه الزهراء لأن العلائم الحتمية تعطينا فسحة وتعطينا مجالاً وتعطينا فرصة وتعطينا وقتاً وتعطينا مجالاً للمحاولة التي في أن نكون على طريق هدى العترة الطاهرة تعطي الشيعة مجالاً أن يتبرؤوا من دين مراجع النجفي وكربلاء اللعناء وأن يعودوا إلى دين أئمتهم الطاهرين هذا المعنى الأول للمباغة وللبغتة المعنى الثاني أن العلامات تتحقق لكن الناس لا تعبأوا بها ولا ترتب عليها أثراً عملية وأضرب مثالاً لكم كثيرون يتابعون برامجي ويصدقون بكل المطالب التي أطرحها لكنهم يسمعون من هذه الأذن ويخرجونه من الأذن الأخرى لا يرتبون أثراً عملياً وأنني أتحدث بالخصوص عن أصحاب العمائم في النجفي في كربلاء في قم من الذين يتابعون برامجي وليس عندهم من اعتراض عليها لكنهم يسمعون من هذه الأذن ويخرجون الكلام من الأذن الأخرى إنهم عباد اللقمة عباد البطون والفروج أصحاب العمائم الشيعية هذا الكلام ليس استنتاجاً وليس تحليلاً هذه معلومات حقيقية ودقيقة جداً إلى أبعد ما يمكن أن تكون فتكون العلامات ولكن الناس أتحدث عن الشيعة الذين يفترض فيهم أن يرتبوا أثراً عملياً لا يرتبون أثراً عملياً هكذا ربتهم الحوزة الطوسية يذعنون للأباطيل والأكاذيب ويرفضون الحقائق وحتى لو صدقوا بالحقائق فإنهم لا يرتبون أثراً عملياً عليها هذه التنشئة التي نشأت عليها الشيعة الطوسية هكذا علموهم وهكذا ربوهم وهذه هي الحقائق إني لأأسف عليهم من جهة ولأفرح من جهة أخرى أأسف عليهم بإمكانهم أن يجدوا الطريق الصحيح وبإمكانهم أن يتبرأوا من دين الضلال من دين مراجع النجف وكربلا وأن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة الفرصة موجودة والأسباب متوفرة أأسف عليهم من هذه الجهة وأفرح من جهة أخرى أفرح لأنهم يعرضون عن دين العترة الطاهرة يعرضون عن أئمتهم صلوات الله عليهم ويتخذون أولئك البهائم القرآن وصفهم بالكلاب وبالحمير يتخذون أولئك الكلاب والحمير بديلاً عن الأئمة إني لأفرح لما سيصيبهم الذين يستبدلون الأئمة الأطهارة بالكلاب والحمير فلماذا لا أفرح للذي سيجري عليهم هذه هي الحقيقة الصريحة والواضحة من الآخر من دون مجاملات فأنا لا أراعي أحداً ولا أوفر أحداً في أحاديثي ولا أعبأ بأحداً الحياة علمتني هكذا والتجارب هي التي أوصلتني إلى هذه النتيجة فضلاً عن الحقائق التي ترسخت في ذهني من معارف الكتاب والعترة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات وسلام وتحيات على تراب يدوسونه بأقدامهم الطاهرة المباركة هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الأولى ترتبط بأهمية معرفة العلامات الحتمية الملاحظة الثانية ترتبط بمعنى البغتة والمباغة الملاحظة الثالثة ما جاء مذكوراً في أحاديث العترة الطاهرة بخصوص العلائم الحتمية هناك العلائم الحتمية المشهورة المعروفة في ثقافة العترة الطاهرة أولها علامة السفياني ومع علامة السفياني هناك اليماني والخراساني وهناك علامة الصيحة في شهر رمضان وهناك علامة مقتل النفس الزكية في شهر ذي الحجة وهناك الخسف بجيش السفياني في بيداء المدينة هذه العلامات الحتمية المعروفة والمشهورة والمبينة في أحاديث العترة الطاهرة قد تذكر في بعض الأحاديث علامات حتمية أخرى لكن التركيز في أحاديث العترة على هذه العلامات التي ذكرتها وأشرت إليها السفياني ومعه يخرج اليماني ويخرج الخراساني وحديثي عن المعية هنا عن المعية الزمانية السفياني يخرج في سوريا وفي دمشق تحديدا في العاصمة يكون أمره واضحا حينما يعتلي من بر دمشق ويكون خروجه في أوائل شهر رجب الذي يسمى برجب العلامات في سنة العلامات في السنة الهجرية القمرية الزوجية التي تسبق سنة الظهور وهي سنة فردية من جهة العدد السفياني إذن أول العلامات وعلامة العلامات ومعه اليماني وبحسب الروايات خروجه من اليمن والخراساني وبحسب الروايات خروجه من خراسان فيخرج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة هكذا تقول الروايات في شهر واحد إنها سنة العلامات إنه رجب العلامات في يوم واحد في أوائل شهر رجب فهؤلاء الثلاثة يكون خروجهم في وقت واحد وهذه العلامة هي علامة العلامات حينما يخرج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وتأتينا بعد ذلك الصيحة السماوية في يوم الجمعة في الثالث والعشرين من شهر رمضان عند الفجر إنها صيحة جبرائيل صيحة إبليسة لا نعبأ بها نحن نعرف الحقيقة من خلال ثقافة العترة الطاهرة فليذهب الذين لا يعبؤون بثقافة العترة الطاهرة متأثرين بصيحة إبليس لا شأن لنا بهم صيحتنا التي ننتظرها صيحة الحق عند فجر يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان من سنة العلامات وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة العلامات تقتل النفس الزكية في المسجد الحرام بين الركن والمقام وهو رسول يرسله إمام زماننا إلى أهل مكة يقتلونه وأما الخسف بجيش السفياني في بيداء المدينة فإنه يكون عند ظهور إمام زماننا فإذا ما دققنا النظر في هذه العلامات الحتمية نجد أن علامة من هذه العلامات تقع بعد الظهور ليست سابقة للظهور علامة الخسف يأتي الخبر إلى إمام زماننا وهو قد أعلن ظهوره في مكة في المسجد الحرام وأعلن بيان الظهور بين الركن والمقام فيأتي من يعلن الخبر بين يدي الإمام من أن جيش السفياني الثاني قد خسف به في بيداء المدينة فعلامة الخسف في بيداء المدينة هذه العلامة تتحقق بعض الظهور هذه العلامة تكون تأكيدا للظهور لبعض الناس وهو لطف من الإمام للذين لم ينتفعوا من علامات الظهور السابقة للظهور أي رحمة وأي رأفة عند محمد وآل محمد مقتلوا النفس الزكية لن يكون من علامات الظهور ذكر في علامات الظهور هو في الحقيقة من مقدمات الظهور لأن الإمام الحجة صلوات الله عليه يرسل رسوله إلى أهل مكة مقدمة لظهوره الشريف وذلك يكون في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحج والإمام سيعلن ظهوره في العاشر من شهر محرم أيام قليلة ما بين وصول الرسول المهدوي إلى أهل مكة وبين ظهور إمام زماننا فهذه العلامة في الحقيقة تدخل في مقدمات الظهور المهدوي وهو لطف آخر أيضا من ألطاف إمام زماننا بهذه الأمة من هنا أقول فإن علائم الظهور ستتحقق إن شاء الله تعالى لأننا نحسن الظن بلطف إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطيبين الأطهري ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا علامة السفياني واليماني والخراساني وعلامة الصيحة ولذا فإننا نجد التأكيد الواضحة في أحاديث العترة الطاهرة وحتى في التوقعات الشريفة من هنا فإن التأكيد في أحاديث العترة الطاهرة على علامة السفياني واليماني والخراساني وعلى علامة الصيحة السماوية في شهر رمضان لأن العلائم الحقيقية التي تعطينا مجالاً وتعطينا فرصة وتعطينا نصيباً لكي نستعد ونتهيأ لظهور إمام زماننا هي هذه العلامات الواضحة إذن هناك من العلامات الحتمية ما يحدث بعد الظهور الخسف وهناك ما يقع مقدمة من مقدمات الظهور هو جزء من برنامج الظهور ولكن على سبيل المقدمة حينما يرسل الإمام رسوله إلى أهل مكة ويقومون بقتله في المسجد الحرام ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله عليه وما قرأته عليكم من الكافي الشريف وكفاكم بالسفياني علامة هذه هي علامة العلامات نذهب إلى فاصل نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله شكرا